شددت المرجعية الدينية أمس الجمعة إدانتها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين ومؤكدة رفضها فضل التجمعات والاحتصامات السلمية عبر استخدام القوة والمرجعية الدينية إذ تؤكد مرة أخرى إدانتها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وما حصل من عمليات الاغتيار والخطف للبعض منهم ورفضها القاطع لمحاولة فضل التجمعات والاحتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة وكذلك أكدت المرجعية رفضها للاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال تخريبية ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية المرجعية التي تبين غضبها من خلال خطيبها الشيخ عبد المهد الكربلائي عندما أشار بإصبعه بضرورة إجراء انتخابات مبكرة وتعذر اتفاقها على إجراء الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها معظم المواطنين مما يعرض البلد لمزيد من المخاطر والمشاكل فيتحتم الإسراء في إجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته ففي الوقت الذي أشار إليه بالرجوع إلى صناتيق الاقتراع أعطت البرلمان المقبل مسؤولية إجراء الإصلاحات واتخاذ القرارات الضرورية بشأن سيادة البلد واستقرار قراره يكون مجلس النواب القادم المنبثق عن إرادته الحرى هو المعني باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد ولا سيما فيما يخص المحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضا وشعبا وهذا ما بات جليا بأن المرجعية الدينية أبدت حالة من عدم الرضا من طريقة تعامل الحكومة المستقيلة مع الأوضاع بضبط الأمن وحماية المتظاهرين وضعف مجلس النواب من القيام بدوره الدستوري في انهاء حقبة الخلافات واختيار رئيس للحكومة بشكل عاجل